ونروح بعد كده الأول نوفمبر في نفس السنة 1933 الأهل قرر يصدر مجلة شهرية وكانت أول مجلة يصدرها نادي في تاريخ الأندية المصرية الأهل دايماً الرائد في الرياضة المصرية وأسند الأهل مسؤولية تحرير المجلة لرياض شوقفندي ورياض شوقي كان كابتن فريق الكرة بالأهل ثم عضو اللجنة التنفيذية وفي الوقت ده كان أمين صندوق النادي وكتب الأهل أسباب إصدار المجلة في أول عدد تحت عنوان كلمة النادي قال فيها إيه كبر النادي الأهلي واتسعت أرجاؤه وتعددت أفرع الرياضة فيه ولما كان الوصول إلى نشر الفكرة الرياضية وتسهيل سبلها وأعداد وسائلها لا يكون إلا إذا تضافرت القوى لذلك رأينا أنه أصبح لزاماً علينا أن ننشئ نشرة شهرية يدرج فيها أحداث النادي وأخباره وما تكتبه الصحف وما يقتضيه نظام الألعاب من فن ووسائل صحية فيتسنى أن يكون الاتصال وثيقاً بين الأعضاء وبعضهم في جميع نواحي النشاط الرياضي نتقدم إلى جميع الأعضاء بهذا المجهود ونحن مطمئنون أنه سيقابل بروح طيبة فلا يبخلون بمدنا باقتراحتهم وما يعند لهم من أفكار ومباحث دي كانت افتتاحية إصدار مجلة النادي الأهلي في نوفمبر 1933 وكان من الحاجات الطريفة اللي نشرها أول عدد الإشارة لمباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري اللي كانت دايماً بتتلقى بقبل بدء الموسم كانت مباراة ودية بين الفريقين بتعتبر افتتاحية للموسم وزي ما ذكرت مجلة الأهلي أن المباراة أقيمت في افتتاح فصل الكرة كان عرفي سنوي الأهلي كبير القاهرة مع الاتحاد كبير الإسكندرية والناديين نشأتهم وطنية خالصة المباراة كان بيحضرها ولي العهد الأمير فاروق وأشار العدد أن مدرب الفريق كالنجم السابق جميل عثمان ترجمة نانسي قنقر